اهلا بحضراتكم من جديد احمد الكاس اللي ما كانش يواخد حقه خلال فترة سابقة وتولى قيادة الفنية المنتخب الفين وتمانية اه الفين وتمانية او نتمنى له ان شاء الله يا رب كل التوفيق بدأ الفعل ايضا في العمل في منتخب الفين وتمانية لكن كان فيه بطولة مهمة جدا لمنتخبات المناطق منطقة القاهرة منطقة اسكندرية منطقة البحيرة بورسعيد الغربية المنوفية المناطق بتضم عدد من الفرق جمعوا منتخبات ليهم وتمت اقامة بطولة منتخبات المناطق في اسكندرية اللي نظم البطولة دي الحاجة عامر حسين دي حاجة محترمة وحاجة تحسب للحاجة عامر حسين بيسهل الشغل للكابتين احمد الكاس في عملية الاختيار منتخبات المناطق زي ما قلت لحضراتكم القاهرة اسكندرية الغربية البحيرة البورسعيد المنوفية تمت اقامة البطولة في اسكندرية وكانت بطولة مهمة جدا تحت نظر الجهاز الفني منتخب مصر 2008 الكابتين احمد الكاس والكابتين محمد ابراهيم بدأوا يشوفوا وبدأوا يتابعوا ويشوفوا اللاعبة عن كرب من اللاعب المميز علشان في اول تجمع لمنتخب مصر يتم استدعاء اللاعبين اللي تم اختيارهم ولسه هيروحوا الصعيد ان شاء الله النادي الاهلي كان عنده عدد كبير ما شاء الله ايضا في منتخب القاهرة منتخب القاهرة نروح نشوف الاسماء بالجدول معانا تسع لعبين من النادي الاهلي موجودين في منتخب منطقة القاهرة وايضا المدير الفني للمنتخب هو المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن محمود بيومي واحد من المديرين الفنيين المميزين معانا الاسماء تسع لعبين من فريق النادي الاهلي موليد 2008 في صفوف منتخب القاهرة عمر اسامة هشهش ده بيلعب باكرايت حمزة الدجوي مدافع يسين ياسر مدافع مهند الشامي ظهير ايصر نكمل بقيت الاسماء سامير مروان محمد لاعب وسط عبد الرحمن رامي مانو جناح ايصر وادم علاء صانع العاب وحمزة عبدالكترين مهاجم تسع لعبين شيء ايضا يحسب للقائمين والعاملين في اكتاع النشيب النادي الاهلي لما يكون عندك تسع لعبين تم استدعاهم في منتخب منطقة القاهرة والمنتخب يروح يلعب في البطولة وياخد ايضا بطولة منتخبات المناطق دي حاجة تحسب للناس وكمان المدير الفني الكوفي الكابت المحمود بيومي هو لتولى القائدة الفنية لمنتخب منطقة القاهرة شيء يحسب للنادي الاهلي والعامل داخل قطاع النشيب النادي الاهلي نروح نتعرف بقى عن البطولة اللي كانت النهاردة المباراة الختمية اللي قدر يفوس فيها منطقة القاهرة على منطقة اسكندرية ويتوج بكأس البطولة نروح نتعرف بقى عن القرب عن المباريات عن اللاعبين المباراة الختمية التنظيم كل حاجة معنا على التليفون الكابتن محمود بيومي المدير الفني لبنادي الاهلي وايضا مدير منتخب منطقة القاهرة تحياتي ليك يا كابتن محمود تحياتي ليك يا كابتن هسامة وإزا حضرتك وأنا مبسوط جدا موجود معاك النهاردة طبعا وبشكرك على المقدمة الجميلة نهية شكرك جدا وصلت مسكندرية ولا لسه والله أنا في الطريق والله يا كابتن هسامة طيب حمد الله على السلامة وان شاء الله توصلوا بالسلام ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله النهاردة منطقة القاهرة عندها ثقة كبيرة في الكابتن محمود بيومي المدير الفني للنادي الاهلي أنك توليت القيادة الفنية للمنتخب منطقة القاهرة تسع لعبين موجودين في الناد الأهلي والنهار دا كانت المباراة الختمية أمام منطقة اسكندرية وإيد المنطقة القاهرة يفوز 2-0 طبعا أنا باشكر طبعا منطقة القاهرة طبعا على رأسها كابت بن حمد الشربيني وكابت بن محمد حشيش وكابت بن مار همام وكابت بن عيمن حسان وكابت بن محمد فلمي طبعا على السيقة الكبيرة اللي هم وضعوها فيها طبعا ومشكرهم طبعا على تواجده في المنتخب القاهرة الحمد لله كانت بطولة مميزة كانت عبارة عن 6 مستخبات كانوا موجودين في البطولة دي البطولة دي معمولة عشان يتم الاختيار منها عناصر لمنتخب مصر 2-8 كنا الحمد لله لقبنا 3 مطشاة في البطولة سبناه الحمد لله والمباراة كانت مع برسعيز من 6-3-0 البطولة الثانية كانت مع منتخب البطولية وكتبنا 7 المباراة 3 كانت النهاردة مع منتخب الأسكندرية وكتبنا الحمد لله كونتف وكتبنا بالبطولة الحمد لله بالنسبة للجهاز الفني المنتخب مصر طبعا كان بيتابعوا بيراقب جميع المباراة الكابتن أحمد الكاس فعلا البطولة ده كابتن محمود هتفرز لعبين مواهب واهتخد منتخب مصر مواليد 2008؟ طبعا كابتن أسامة دي أكيد طبعا تم عمل بطولة بالشكل ده طبعا دي حاجة كويسة جدا حقيقي فيه لعيبة فيها مميزة في حوالي 6 منتخبات ودي أول بطولة تم قامتها طبعا وفي بطولات تانية أتعمل برضو عشان تتم الاختيار فيها للمنتخب مصر آآ البطولة دي كانت تضم زي ما قلت لحضراتك حوالي 6 محافظات وست المحافظات ست محافظات دولة فيهم أنجلية مختلفة طبعا آآ لما تيدي تتكلم عن منطقة الكاهرة اللي يضم طبعا المجموعة الموجودة طبعا من أهلي آآ وندي أمدي وندي الوادي دجلة ومتاولين العرب وفيه برضو لعيبة طبعا إحنا طبعا آآ كنا مقدناش برضو ناخدهم معانا بس طبعا في الفتر اللي جاهب وموجودين آآ ده بالنسبة للمنتخب الكاهرة آآ وجميع المنتخبات طبعا هتلاقي تيها طبعا عندها لعيبة من عندها مختلفة يعني تمام طمنا على لعبة الناد الأهلي م شاء الله يعني تم انضمام 9 لعبين من الناد الأهلي يعني طمنا برضو على مستوى اللعيبة وأداءهم في المباريات إن شاء الله يكون يكونوا موجودين كلهم في المنتخب مصر فانو التمانية مع كابتن أحمد الكاس بإذن الله والله يا كابتن أسامل الحمد لله اللي تتفع لعيبة طبعا اللي تم اختيارهم طبعا في المنتخب الفتر الرقم ده طبعا الناس بتقول عليك دي رقم بكي لعيبة أنا ما عاربكش أخدها معايا من المنتخب برضو لكن تسعة دولار طبعا سافروا معايا في المنتخب لعيبة كلهم مميزة جدا جدا وكان يعني كابتن أحمد الكاس كان مصروب جدا جدا باللعيبة دي ومستايد يوم خير قوي قوي وعمل بطولة هائلة الصراحة يعني أنا معايا حمد عبد الكريم المهاجم طبعا معايا مهند الشياني معايا حمد الزدوي معايا مراوان محمد معايا آدم علاء معايا عمر أسامة أشهاش المجموعة جيب صراحة يعني لقب قبولي الحمد لله كويس جدا بتخب بطر كابتن أحمد الكاس وأسنع عليهم مش هم بس في صراحة يعني ولعيبة كلها يعني كابتن أحمد الكاس أسنع عليهم ومخصوص جدا من أباعهم ومخصوص جيب كاس بطولة تحقب يعني حصل حوار يا كابتن محمود كابتن أحمد الكاس وجه نصايح تعليمات لللعيبة بعد المباريات هل اجتمع بالجهاز الفني اللي منتخب مطقة القاهرة حصل حوار أو دار حوار ما بينكو؟ والله طبعا هو طبعا حصل طبعا حوار وحصل تواصل طبعا الراجل طبعا حبيب جدا إنه هو يعرف طبعا إنه هو في لعيبة طبعا ما تمش اختيارها في البطل اللي نحن رفضتها البطولة ديت نظرا للعدد طبعا كنا المفهود من نص عدد معين وما تبناش ناخد العدد كلها طبعا راجل فأل على بعض اللعيبة أنا عندي طبعا تعرف ملال ملال عطية ملال عطية واحد من اللعبين الميازين أيضا آه مجاش معايا عندي يرسل عليها برضو مجاشها معايا عندي لعيبة كتير زياد أيوب مجاش معايا عندي يعني في مجموعة مجاشة راجل فأل عليها طبعا ونالوا عليها طبعا آه وراجل طبعا إن شاء الله بيه تكدافد بطولات القادمة والمباريات اللي هي بتاعت الجمهورية الراجل عينتابع الناج دي تاني تمام لكن هو مبسوط جدا جدا من الأداء المتخب ضاهرة على وجه القنوص يعني الحمد لله دي حاجة حاجة كوليسة جدا عايزين نشيد أيضا بدور المنطقة القاهرة كابتن محمود أو أنا بوشيد بمسؤل شخصي يعني بمطقة القاهرة بمجرد الإعلان على البطولة جاهزين ما شاء الله المدير الفني باللاعبين بالتنظيم بكل حاجة حتى يعني وجود الكابتن ماهر همام إضافة كبيرة لمطقة القاهرة طبعا بي حاجة طبعا بيه دي جدا طبعا حتة المتخب هذا المطقة القاهرة الناس جي بصراحة شغالة جغلة مفترمة جدا على رسول كابتن طبعا أول الاختيار لما الرجل يكلمني آآ رجل بصراحة يعني آآ ما أثرش جدا بأي حاجة تخص الأولاد كليبس كأسكر وكتجمعات وأدوات ومتوفر بأمانة الانتباب كلها طبعا كابتن حمد الشبيني طبعا ربوط طبعا النغمة بتاعته كابتن عيمان حسان طبعا دينامو المنطقة كابتن عيمان حسان آآ دينامو المنطقة طبعا كابتن عيمان حسان طبعا من وجود طبعا كابتن عيمان حسان طبعا من وجود معانا خبرة جيدة جدا وحاجة شرف لأي حد التعامل معاه طبعا آآ دي حاجة جميلة جدا بالنسبة لمنطقة القاهرة وأنت عارب منطقة القاهرة يعني من المناطق اللي هي جيدة جدا حاجة المستمام بالنشهين والمسابقات أكيد بنبريك لك يا جبت المحمود وبنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق مع فرق 2008 في نادي الأهلي خلال فترة اللي جاي نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتك ونستكمل أخبار قطاع الناشئين بالنادي الأهلي